وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية مشتركة لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة المرحلة الثانية وتهدف الاتفاقية التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز إلى تهيئة وتشغيل مختبر بمركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية وتامين الأدوية والمستلزمات الطبية والمحالي المخبرية وتشغيل مركز الطوارئ وتقديم خدمات العلاج والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية ومكافحة الوبائيات